فيما يتعلق بالاستجابة للوباء، رأى الجميع قدرة الصين، والأمر الذي أولي له اهتماماً أكثر هو تنمية الصين متفوقة في مجال البحث، خاصة البحث في المجالات ذات أفاق التنمية الواسعة، حيث يلعب دوراً ريادياً في العالم. أعتقد أن تنمية الاقتصاد الصيني تحمل توقعات أكثر مقارنة مع الدول الأخرى. أما فيما يتعلق بدورتان السنويتان هذا العام، فقد أولى ماجوزاكي أوكيرو اهتماماً وثقاً بسياسة التنمية الاقتصادية للصين. سيخضع الاقتصاد العالمي لتغييرات كبيرة، وفيما تقود الصين العالم في مجال تطوير التقنيات الجديدة، أعتقد أن الصين تتمكن من لعب دور ريادي في العالم مع اعتبارها السلام والازدهار اتجاهاً. يتقدم عالم اليوم بتقنيات جديدة، ونتوقع أن تلعب التقنيات الصينية الجديدة دوراً مهماً في تعزيز التنمية في العالم.